أنا ياريت ترضاهية أنا سويها لقاء ياريت خللوا على مرت البغدادي على مرت البغدادي تصريحات اللي أدلت بها مرت البغدادي أثيرت إلى الحد الذي البعض قال أنه حوار قد يكون أو تصريحات أثارت الجدل أنت كنت تعرف بها أنت وين الشكل ملاحظاتك على ما قالت الحبابة يعني بالتأكيد المرأة هي أرادت تكسب أو تعاطف الرأي العام وللأسف الأخ المحاور يعني كان بإمكانه أنه يستشير ونطي تفاصيل الموضوع أكبر من مزواج وزواجات ونساء وسبايا وهي مرأة وهي كذا الموضوع أكبر من هذا كم وشنو شغلته أبو بكر البغدادي أبو بكر البغدادي كان يريد يخلد التاريخ كان ينظر أنه استفاد هو ودرس درس من أحمد بن حنبل وبن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب ووصل إلى أسامة بن لادن إلى أبو الأعلى المودودي المقدسي عبد الله عزام أي من الظواهري كلهم درسهم هذا ووصل إلى نتيجة أنه شون يشكل دولة لذكر التاريخ مننا لألف سنة بحساباته يعني وصلت به المرحلة أنه هو سوى عملة عملة دولة الإسلامية دينار ذهب ودينار كذا واعتبر نفسه الخليفة متأثر بكتاب الخليفة أمير المؤمنين وأمير المؤمنين وهي كانت تلقى بأم المؤمنين زين هو كيف أنه يسمح لنفسه يسمح لنفسه أنه هناك عنصر نسو يعمل في الحسبة بالعضاضات بالتفاصيل اللي موجودة ويدير شؤون النساء من اللي كان يدير شؤون النساء هم مكاتبين خلافة على منهاج النبوة يعني أكيد هي النساء اللي كانت تدير يعني كانت الأسئلة اللي تندار يعني كانت تاخذ أوسع من هذا وأنه نعم السبايا وصمة عار في جبين لا هو أساسا كل التنظيم هو وصمة عار في جبين الإنسانية مو جبين الإسلام كل التنظيم مو مسألة اليزيديات السبايا شنو أكثر شيء أثار حديثك بهذا كإنما هي طبعاها بالمناسبة يعني تذري أبو بكر البغدادي سابقا بال2006 ما كانوا يلقب بأبو بكر البغدادي كان يسمى أبو دعاء السامر راي هو كان ببوكة هو انتجن بال2004 ببوكة حتى أكون واحدة من التقارير التهم بالشواذ يعني هذا بحث آخر هذه المعلومة التي لا ما عدت هذه المعلومة هذه المعلومة ما عندي فهو كان إمام جامع وكان يدرسه ودرس ماجستير لكنه وصل إلى مرحلة هو بال2002 يعني من كان يعمل هو أبو عمر البغدادي وأبو عمر هذا الخالد الزاوي اللي موجود من حديثه وهي أبو مصعب الزرقاوي فهو كان موجود وهو كان يختلفوا يهم بالأراب وبوشهات النظر وعاف سامرة وإجا قاعد بطرة ببغداد زين أنت مرت وانت موجود اللي شاسمه زين ما سألتي أنت شعدك هنا وجاي وبعد ما طلعت من السجل تفجيرات هاي اللي صارت تسبت الدامي ولا حد الدامي ما هزتش قدام العالم هزتش قتلت ابنت ويا أبو وقعدت تبتشين يعني هاي أمهات اللي فقدت بس تفجير الكرادة أخذ من عندنا ذاك الماخذ زين هاي ما قلتي وانت دارسة شرع وهي تجيد بلغة الإنجليزية بطلاقة بالمناسب ودارسة فقه ودارسة شريعة وتعرف كل الأحكام زين أنت ما قلتي أنه هذا شناللي يصير يعني لكن قد تكون هذا قد يكون هذا التصريح أو هذا الحوار هو اللي صمت ولي وش في الوقت هذا فضيحة هذه العائلة وادعاههم الكاذب ومستوى الانحلال والسقوط الذين هم به بس ما برز أنه للعالم أنه هذا التنظيم يعني من خلال هذا اللقاء كان المفروض أنه يكون اللقاء يعني عن لسان زوجته وعلى لسان بنته أنه يبينون وحشية هذا أنا ياريت ترضاهية أنا سويها لقاء ياريت تشوف هناك شف لا لا يعني هذا تنظيم تدري تنظيم عالمي هذا عليه السناد وعليه زن يعني وهذا كان يفكر أنه هذا تدري هو ما حد نجح يفكر يعني لا حسن البنة لا سيد قطوب لا المودود لا عسامة بليس ما حد نجح أنه ينشئ دولة هذا أنشئ دولة من الرقة إذا نوصل بها لأطراب بغداد عندها سيطرة وعندها دواوين وعندها وزارات وعند دولات مؤسسة دولة كاملة وكان يطمح أنه يأخذ كل العراق هكذا أخطأت زوجة البغداد لا